السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم مجددا من المهم أن نفعل مدخل الأحداث الجارية في دراسات الدراسات الاجتماعية باعتبار كزء اهم جدا يحقق أهداف تدريس الدراسات الاجتماعية ربط الحاضر بالماضي بالمستقبل إلى أي مدى يمكن لمعلم الدراسات الاجتماعية أن يوظف مدخل الأحداث الجارية هل هي رغبة ذاتية وفقط أم أنها بيئة مساندة أو مساعدة أم أنه منهج دراسي يساعد أم أنها رغبة حقيقية من المجتمع في تفعيل هذا الأمر ومن الإدارة ومن المدرسة ومن المجتمع الخارجي ترى ما الصعوبات التي تواجه المعلم في استخدام هذا المدخل تناول الأحداث الجارية والقضايا المعاصرة طبعا في مشاكل منها الخوف من ردة فعل المجتمع المدرسي الخوف من قلة مصادر الأحداث الجارية والقضايا المعاصرة منها نظام الجدول الدراسي نعمل إيه في الجدول المدرسي أنت عايز حصة في الأسبوع عايز حصتين عايز مواقف منها عدم إدراك العلاقة بين المدرسة والمجتمع فيش حد مدرك طبيعة العلاقة بين المدرسة والمجتمع منها عدم القدرة على إدارة المناقشة المضبوطة أثناء استخدام هذا الأمر وتوزيع مجموعات العمل والتكلف الفردي والتكلف الجماعي والأخير مشكلة منها غياب الوسائل التعليمية وعدم حضرها وعدم القدرة على توظيفها بشكل جيد منها يعم ورانا امتحانات مش فضيين فإذا أحداث الجارية والقضايا المعاصرة مهمة مهمة في بناء الإنسان وفي تكوينه وفي تشكيله والخروج عن دائرات الحفظ الصم وغيرها من هذه الأمور ولكن محتاجة شخصية معلم واعي وفاهم ومثقف وهذا نريده بقوة للأسف الشديد لدينا قصور شديد جدا في الإعداد الأكاديمي والإعداد المهني ومتابعة هذا الإعداد لدينا مشكلة مشكلة كبيرة جدا كثير منهم يتخرج ويحصل على الدرجاته لكن لا يكلف ولا يجد له فرصة أن يكون في مدرسة فيصب الإحباط عنده مشكلة الخوف من رد الفعل غير المشجع في المدرسة والمجتمع نتيجة ردود أفعال الإدارة المدرسية نتيجة المجتمع إحنا مالنا إحنا وما الأحداث ابننا عرفوا بس اللي عليه اللي هيمتحن فيه إحنا مش فاضين للكلام ده مش فاضين طيب أنا عايز مصادر وعايز قراءات وعايز مجلات وعايز دوريات هتيجي منين اشتري طب المدرسة ما فيش فلوس طب المكتبة ما فيهاش طب الحاجات اللي فيها تحديث أول بأول هجيبها منين مش موجودة طب ده النت قاطع طب ده كذا طب ما فيش إلى آخره عندي مشكلة الجدول المدرسي أنا بتاع الجدول وعمل الجدول مش فضيلك ما عنديش استعداد لا حط لا أحداث جارية ولا قضايا معاصرة وهم نبهوا علينا وقلولنا كده والإدارة المدرسية بتلتزم بالتعليمات اللي جاء لها من الوزار طبعا أنت أمام أزمة أمام مشكلة موقع الجدول وطريقته عندك دائرة عدم إدراك العلاقة بين المدرسة والمجتمع على الأصل أن المدرسة جزء من نسيج هذا المجتمع مش منعازلة أبدا أما تكلم عن البيئة النظيفة الجميلة المنظمة المرتبة داخل المدرسة وخارج المدرسة أينفعش أعلموا حاجة هنا جوه وبره ماينفعش أنا عايز أنفذ أحداث جارية ولكن فجأة أنا غير قادر على إدارة الصف غير قادر على ضبط الصف عملت لي مشكلة عايز أقسموا المجموعات بقيت فوضى وبالبلاء وضعت الحصة وضع الوقت أنت كده بتضيع الوقت نظام الامتحانات نظام الامتحاناتنا حفظ وسط الظهار المعلومات يلا سمع امتحان الشهر سمع ايه عنوان ما مفهوم كذا ما أهميت كذا ما كذا تكلم عن كذا خلص تلقس طيب يا جماع إزاي بقى أجعل التلميذ لديه القدرة على الترتيب لديه القدرة على النقد لديه القدرة على التفكير الناقد لديه القدرة على البحث التاريخي ده موجود في طريقة الأحداث الجارية وطريقة التعامل إنما هنا مش موجود في انتأمام مشكلة الوسائل التعليمية عندك خريطين خريطة طبيعية وخريطة بشرية ومتاعهم محطوطين وكرة أرضية وكل أسط وكان الله يعني خلاص انتهينا طبعا عايز وسائط متعددة عايز خريطة زكية عايز مجلات عايز دوريات عايز حاجات بصرية عايز فيديو عايز مكان في النت يعرض بهذه الأشياء كل هذا يغيب ولكن إذا بقيت الإرادة لدى المعلم وبقيت القدرة وتوظيف المتاح له في زمن أليل لمجرد الإشارة أقول لكم من ساعة مراحة تبور الصباح بما في من أمور كانت تلقى على أزهاننا وعلى مسامعنا صباحا ضاعت المسألة في تلك الجولة وفي تلك الرحلة أحباء الكرامة التي صحبتكم معي من خلالها الحدث الجارية ما هو الحدث الجاري كل ما يدور حولي من قضايا ومشكلات سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها ولها أثر ممتد حتى اللحظة يمكن أن تكون حدث جاري حتى لو حصلت من سنة يا دكتور حتى لو حصلت من سنة ولكن ما زال أثارها موجودة حتى الآن مهمة مهمة لها أهداف ترتبط بأهداف المادة مهمة جدا في بناء وصناعة الإنسان الذي نريده طيب لها معايير ملاءمة وصدق وأهمية وحداثة وأثر وترتقي بنا ولديها الاستمرار ولديها صفة التعدد نعم لها مثل هذه الأمور بجيبها من مصادر مختلفة للأحداث الجارية نعم من الإزاعة من الرحلات من المجلات من اليوتيوب من غيرها من كل مصادر من الرسوم الكريكاتير من الكتب المتخصصة من المصادر المختلفة للقراءات نعم كل هذه مصادر مهمة تدرس من خلال مدخل مباشر ومدخل غير مباشر أساليب التدريس بتاعتها تنفذ من خلال المناقشات الجماعية ومن خلال الواجبات يعمل مجلة حائط ارسم كذا يعمل كذا تلاقي خلايا نحل داخل مدرسة في صعوبات آه في صعوبات أنا خايف أن المدرسة مشكلة وأنا في مدرسة خاصة والراتب بتاعي يقولوا أنت جاي تعمل إيه هنا ما تلزمناش مشكلة عايزة إرادة وعايزة إدارة قلة المصادر ما عنديش مصادر هنجيب من إيه ما عنديناش في القوس ندرسة في وادي والمجتمع في وادي ما ينفعش نظام الامتحنات الجادول يا أستاذ بوصلنا الجادول يا أستاذ أنت مش قادر تضبط صفك هتعمل لي وتقسم لي طلبة وتعينات وواجبات جماعية وواجبات فردية ما ينفعش وسائل قليلة إذن نحن أمام تحدي ولكن يبقى السؤال هل مدخل الأحداث الجارية من المداخل التي شعرتم أنها ذات أهمية بالغة تستوجب مننا أن نستعيج بقوة لكي يكون موجود في مدارسنا وفي جامعاتنا وفي مؤسساتنا التربوية والتعليمية السؤال لحضراتكم إن كان دا فعلا حقيقي فكل اللي قلناه في تلك المداخلات فكر فيه وشوف كيف تستطيع أن توظف ولو أجزاء منه طالما أنا لديك الإرادة ولديك إدارة تفهم أهمية هذا الأمر ألتقي بكم على خير في أمان الله مع مداخل جديدة واستراتيجيات تدرسية تخدم مجال تخصصاتكم نلتقي بكم على خير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته